تلفزيون البحرين وفي إطار تفعيل هذه الخطة تدعو وزارة الخارجية المواطنين المتواجدين في إيران تسجيل بياناتهم من خلال الاتصال على الرقم الظاهر على الشاشة وأوضحت وزارة الخارجية أنه بالتعاون مع الجهات المختصة في مملكة البحرين سيتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية الوقائية من أجل ضمان سلامة كافة العائدين من المواطنين المتواجدين في إيران قبل وصولهم إلى المملكة بالإضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة عند وصولهم إلى مطار البحرين الدولي لفحصهم وحجرهم حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين والصحة العامة في المملكة